في إطار حربها على القطاع الخاص دشنت ميليش الحوثي معركة نهب جديدة كان ضحيتها هذه المرة المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء وتشير آخر تطورات النهب الحوثية أن المدارس الأهلية أصبحت هدفاً للميليش الحوثية التي باتت ترا في العملية التعليمية سوقاً سوداء مفتوحة لجلب الأموال ومورداً جديداً للنهب على حساب موظفي المدرسة المحرومين من حقوقهم مصادر تربوية أشارت إلى أن عناصر حوثية نهبت مبالغ مالية من مدارس الأقصى الأهلية وذلك بعد أيام فقط من تعيين أحد القيادات الحوثية كحارس قضائي عليها وجميع فروعها وذكرت المصادر أن المدعو فؤاد الكبسي صادر أربعة ملايين ريال من أحد فروع مدارس الأقصى الأهلية دون أحكام قضائية الأمر الذي أثار سخط العاملين في المدرسة والأسبوع الفائت وتواصلاً لفوضى الحوثيين التي أوجدوها في المدارس عينت الميليشيا المدعو أكرم الشهاري كحارس قضائياً على مدارس الأقصى وهو منصب تمنحه الميليشيا لنهب الأموال فقط الناطق باسم نقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني أكد أن هذه الإجراءات الحوثية تهدد استمرار عمل المدارس الأهلية في صنعاء موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي أيضاً في إطار مساعي الجماعة إلى نهب أموال القطاع الخاص وإفقار المعلم وتجويعه مشيراً إلى أن أكثر من 160 ألف موظف تربوي لم يستلموا رواتبهم منذ 2016 أسبق أن تعرضت قطاعات اقتصادية للنهب والسطو من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها وذلك ضمن خططها الممنهجة في تدمير القطاع الخاص القديم وإنشاء كيان طفيلي تسيطر عليه عناصر الجماعة الحوثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر